اشتركوا في القناة يوم موضوعنا رح يكون عن الاقتصاد المنزلي بس قبل ما نتطرق لهذا الموضوع بدنا نحكي شوي عن الاوضاع العامة لنوصل لاقتصاد المنزلي وليش ضروري انه نعتمد هالسياسة التقاشفية قديش بهال 29 يوم قوسر خسر الاقتصاد اللبناني يعني ما في تقديرات محددة ما حدا عمل الاحصاء المحدد بس كتير يعني شي كتير كارثة يعني تخيلي قلون الماكينة الاقتصادية متوقفة في شلل كامل يعني مش بس طرقات كان عندي كل مصارف مسكرين محلات مسكرة كل المحلات كل الاشياء مسكرة قالوا بالحرب اللبنانية مسكرت المصارف صحيح المدارس يعني كتير كل المؤسسات كانت مسكرة مؤسسات العامة في كتير ناس ما عم تشتغل في ناس مثلا بتقبض على الشغلة اللي بتعملوا يوميا يوميا اللي بيقبضوا على الساعة كله كله تعطل شغله كله قاعد بالبيت يعني الماكينة كلها متل ما بيقولوا واقفة مشلولة يعني الوضع كتير كارثة ومن هون ضرورة انه ينعمل صدمة ايجابية بالبلد اللي هي حكومة منطلبين حكومة أهم شي لا تقدر هالعالم تطلع من الطرقات صحيح هذا أهم شي كوثر قديش موضوع البنوكي خاصة اللي تأثير على الاقتصاد اللبناني يعني عم نروح ما عم نقدر نسحب مصاري إذا حسابنا بالدولار ما في دولار وانت بحيانة عم تدفعي ما عم ترجع تقدر تاخد بداله مزبوط شو هالتأثير السلبي لهالقد واقع بي هلا هي كل المشكلة اللي صاريت أساسها ثقة ما في سقة وخصوصة ما في سقة قبل البنوكي أو عم نحكي ما في سقة انجنرت انجنرت الشعب اللبناني صار في كتير شائعات مثل ما بتعرفي ونبسط عبر وسائل التواصل والناس كتير تاخد بالشائعات حتى لو بدل يتطمنيهم ليلة نهار ودقيلهم مش هالأدل خلاص ما في سقة خلاص ما في سقة فكلهم صاروا يروحوا على البنوكي صاروا يسحبوا مصرياتهم هذا شيء كتير خطير يحطوه بالبيت عنا ثلاثة مليار دولار بالبيوت يعني هيدا بحياتها ما صارت بأيام الحرب ما كانوا يخبوا بالبيوت الناس وهيدا عكل حال ما بشجعون عليها لأنه أول شيء مش بسمع عم ياخدوا فايد تاني شيء أنه بكرة مع هيدا الأوضاع الاجتماعية شو بعرف كون على السرقات ما رح يصير في سرقات أصلا قالوا أنه نسبة السرقات زادت بعض المناطق لأنه الأحوال الاجتماعية ما حدا عم اشتغل أنا بالنهاية بدو يصير فيه بهيدا الوضع عرفت فما بنصح حدا يعني حط ببيته منه سيف يعني أكتر من غير مطرح سيف يبيع للخزنات أكتر وأكتر وفي كل حال صارت هاي الأشياء كلها بسبب الريستريكشنز يعني اللي حطوها المصارف اللي تعوائق أو لا هني حطو تدابير احترازية مش هين ما يصير في تحافظ يجو على بانك معين فجأة نالناس ويقولوا بدنا مصرياتنا هلا فبيفلس أنا فتاة أنه أهم أهم اقتصاد بالعالم إذا أجووا عليه بهالهجمة كلها ما بيقدر يلحق وبدو يفلس يعني بالآخر فكان عندهم تعليمات أنه كونوا شوي يعني فيه احتراز يعني اللي حسابوا باللبنانة باللبنانة واللي بالدولار بيسحب الدولار وصالوا الناس بتعرفي يسحبوا ويعملوا أرباح وياخدوا من الاتم عرفت كيف ويبيعوها للصرف يعني اللبنانة يعني يعملوا أرباح يبيعوا للصرف بالسعر أعلى ويرجعوا وياخدوا غيرهم فعملولون متلمت يعني أنه ما فيك قد ما بدك تاخد مصاري وما فيك قد ما بدك ما فيك تحول بالسعر الرسمي إذا أنت حسابك باللبنانة مثلا عملوا لهم إياها هذه زادت الخوف عند الناس فكروا الناس إنه ليش عاملين هاي الشغلة فإذا في شي خليهم يهجموا أكتر إذا بدك على المصارف هلأ من بعد المؤتمر الصحافي اللي عملوا حيكي مصري في البنان دكتور رياس سلامة قالوا لهم لا مش هلقدي تعملوا يعني بالناس حاولوا إنه تعطوهم حاجياتهم لناس يعني اللي عنده مدفوعات بده يدفعها بتكون تعطوك ما فيك تقري له لا ما فينا نعطيك أو ما فيك تسحى بس مالوروز ما يعني تسكدت البنوكة وقت عملوا هيدا الإضراب بالموظفين هلأ إضراب مفتوح للبنوكة؟ هلأ إضراب بس عم يحاولوا إنه يتعاملوا معهم جمعية المصارف منا موافقة على هيدا الشي وعم يحاولوا يحكوا معهم بلك يتأملوا النوع من حماية لموظفين المصارف لأن هني عملوا على خلفية اعتداءات صالحة لبعض الموظفين بالمصارف فهلأ عم ينشغل على إنه يحكوا مع وزارة الداخلية إذا بينعملوا النوع من حماية للموظفين المصارف حتى يقدروا يجوا على أشغالهم لأنه كتير مهم لبنوكة تفتح ما فيه ناس معطل أشغالها وبيقولولك بالأي تي أم ما فيه مع أنه قالوا رح يحطوا مساري بالأي تي أم بس قدير بده يخدم قدير تخدم المصارف بالأي تي أم يعني؟ مضبوط مضبوط لا منه حال يعني مفروض ينعمل حلة وأنا برأيي المؤتمر الصحافي اللي عمله حكي مصرف لبنان حكي عن عدة أمور حتى قال أنه نحنا مستعدين نعطيهم عنده الاحتياط بالدولار مستعدين نعطيهم للبنوكة قد ما بدهم من مصرف لبنان بالسعر الرسمي يعني على الف وخمسة وخمسة عشر؟ خمسة عشر هيدا شوي بريح الناس يعني بطلوا مضطرين يروحوا عند الصرفين بعدين مصرف المين ما تنسي مأمن ثلاث سلعة أساسية اللي هي المحروقات والدواء والخبز مأمنوا المصرف لبنان وهلأ طلب من المصارف أنه يصيروا يعطوا تجار مشان يستوردوا من بره الأشياء الاستهلاكية يعني يعني بلشت تنفقد من الأسبوع مضبوط الأشياء السلعة الاستهلاكية الأساسية اللي بيجيبوها سوبرماركات طلب من المصارف تأمنلون إياها يعني يحطوا شي مليار مليار ونص من المصارف تبع المصارف لها للتجار لحتى يقدروا يجيبوا الأشياء الأساسية من بره لأن تعرفي في كتير أمور عم تنجيب من بره بالدولار صح حتى كوصل في عالم ما مع كارت لتقدر تسحب من الأي تي أم صح مضطرة أن تفوت على البنك هؤل العالم كمان عم يتأثروا بشكل سلبي ودغري بهالأزمة أكيد ونحن يمكن لو كنا عم تلغير شعوب بنستعمل الكارت أكتر كنا تعودنا على الفكرة أنه ما كنا بنتأثر هالأد في شعوب ما بيستعملوا شي كاش إلا بيخلوا معهم للسمول مني إذا كانوا رايحين بالسيرفيس أو شي بس الباقي بيخلوه بالكارت بيدفعوه مضبوط يعني مع الانكماش الاقتصاد والأزمة الاقتصادية اللي عم نعاني منعنا قطع طرقات نشغلنا وغيره في عيال عم تعيش بمدخول جدا ضئيل ويعني يمكن ما بيوازل حد الأدنى للأجور حول العالم رح نتوجه لهم اليوم وحتى رح نتوجه للعالم الميسورين مش كثير ميسورين مبق فيه ميسورين كثير في لبنان يعني للأسف كيف ممكن يديروا البيت أو الاقتصاد المنزلي لما نوصل لمحل نقول ما معنا نشتري ربطي تخبز صحيح أول شي شو هو الاقتصاد المنزلي الاقتصاد المنزلي هي جاية من اقتصاد ربة الأسرة يعني بيرجع للمرأة المرأة اللي هي دايما بمعظم البيوت هي اللي ديرها هي الداخلية المصروف المنزلي والداخلية صح فهي كلمة الاقتصاد المنزلي جاية من اقتصاد ربة المنزل أو اقتصاد الأسرة يلي بتديروا عادة ربة المنزل أو ربة البيت هي شغلة الأساسية أنه تعمل إدارة جيدة للمصرفات وللمدخول طبعا المنزل يعني بدا تقول أنه أنا عندي مدخول هالأدة مدخول عيني أو مدخول نأدة أو عندي مصروف هالأدة فبدي وازن بيناتون وبدي أصرف أكثر من يلي أصدق أقل من يلي من الجنيه يعني مش أنه نطلع كيد هيدا منها شطارة ما بتكون عملة شي يعني إدخار هو من عم الإدخار؟ هو الإدخار من صلب هيدا الشي يعني هو إذا بدك تفصيل بقلب هيدا الشابتور يلي اسمها الاقتصاد المنزلي فينا نسميه كمان اقتصاد الأسرة اقتصاد الأسرة كمان بديك تحطي باجت معين تعملي ميزانية لفترة محددة إذا ما حطيتي فترة محددة كمان ببطل إلو مفعول بديك تحطي فترة محددة ما علي يكتبوا يعني يكتبوا ميزانية للأسرة تنقول عندنا مدخول تنقول إذا بيجيهم تحويل من برة هلأ بطل وخفوا مع خفوا الناس اللي بيجيهم أصلا الشفيك تروح تسحبيها للتحويل ليه ما فيك أي أنه هيدا بيكتعديها مع المدخول تبع الأسرة مع المسلا تنقول في ناس بيطلع لهم مخصصات غير معاشون فيهم يحطوه بيحطوا كل الأشياء لبيجيهم بيحطوا شو عنا مصاريف أساسية يلي هي عند كل البيوت في مننا كهرباء عندنا الكهرباء الماء الفوتير عندنا الأكل والشرب عندنا لوبليون كله مضبوط بتحطي المصروفات الطبية في ناس بياخدوا أدوية بشكل دوري بتحطي مثلا المواصلات يعني بتعديهم شو هنه كل بند شو هو يعني بدون كماليات بدون كماليات صح وفيك تحطي كمانا بند أنه الأشياء الاجتماعية هاللي هلأ مختصرينها الناس بيعتقد أنه يعزموا بعضهم ويعملوا عزيهم كتير مختصرينها بهذه الفترة فبتحطي هؤل المصاريف وبتصير تصرفي على أساسهم والإدارة الناجحة للمصروف بتخلي يكون فيه يبطل فيه هيدا بصير فيه استقرار بالعيال استقرار مادة بيبطل عندهم هيدا العجز أنه في كتير عيال عنده عجز مادة والعجز المادة هو اللي بيخليك تجاعة تدينة عرفتي هيدا 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 في كتير نصايح بيحطوهم ضمن على الاقتصاد المنزلي بيقولوا أنه لازم كل أفراد الأسرة يكونوا كأن مسؤولين يعني صرفوا بمسؤولية مش بس أمهم هي المسؤولة عن المصروف لازم الأولاد يتدربوا كمان أنه ما نروح مع النزعة الاستهلكية يعني كل ما شفنا دعاية شي جديد نروح نجيبه أو كل ما رحنا على السوق نجيب أشياء ومش عايزينها في كتير أشياء أو نختصر الظهرات اللي منا ضرورية مضبوط وقرأس أجهو أنه هلأ في عنا الوعي على الأشياء الصحية يعني إذا الأم كمان بتخليون يتابعوا الأشياء الصحية بيستغنوا الأولاد عن كتير أشياء بيجيبوها بتضروا ما بتفيدهم وفي كتير مشروبات تعرفة يعني في مشروبات في مأكل في مأكل خالص وإشياء أنهم بتضر أكتر ما بتفيد ففيهم الأولاد إذا كانوا عم ياخدوا عم يتابعوا هوا الأشياء فيصير عندهم وعي وأنا بعرف كتير ناس أولادهم هن لحالهم بيقولوا ما بدنا يعني ما بدنا من هوا الأشياء بيعرفوا أنه بتضروا فما رح تنفعهم. فبيصيروا ياخدوا الأشياء الهيلثي بس اللي أمهم بتعملها بالبيت مثلاً وبيخففوا من الأشياء الخالصة الجنك فود وهو دي المضرين وبينصحوا بذات الوقت. وكمان بصيروا لأولاد إذا كانوا عم يتابعوا الأشياء البيئية إذا بديك صيروا ينتبهوا. يعني الأشياء اللي بيستعملها سينجل يوز هي أحسن بكثير من يعني اللي بيستعملها عدة مرات وبتكبية. أنه مصير نفكر بيئياً كمان نصير ننتبهي على الاستهلاك طبعولنا. هلأ أكيد ما عم بحكي عن الناس الألكهوليك عفواً على يلي بيخدوا الشوپينك عادي. يعني عندونيها مرض. مش عم بحكي عنهم هاو دي ما قلوهم بدون علاج نفس عارفته. عم بحكي عن الناس العاديين وبيتصرفوا بشكل عادي بالبيوت. ولكن حتى هؤلاء الأشخاص هلأ في الظلل إن كيماش الاقتصادة بتحس في نسبة هائلة من العالم يعني. يعني ما بدي أقول تسعة وتسعين بالمئة بدي أقول تسعين بالمئة من العالم عن جد. يعني بس القصص الأساسية ما في أبداً قصص كماليات وغيره عم بيقدروا يشتروها من الأسواق. أصلاً مش موجودة. مش موجودة. ما عم تنفقد من الأسواق. مظبوط. وتانياً بطل في عندهم مدخول زيادة يعني كان بالأول عم يجي عندهم إشياء زيادة. وأهمية هون بدي أكفي قصة أهمية الإدخار. يعني اللي بتجي كمان ضمن يعني واحدة من التشابترز طبعه الاقتصاد المنزلي. الإدخار بيخلي الواحد يحس بأمان. حس حاله بأمان. وتاني شي بيقدر يعمل إذا زاد معه شي بيقدر يعمل فيهم شي. يعني بيقدر يحطون بصندوق السسمارة بيقدر يعمل عليهم أرباح. كانوا من زمان يحطوا بصندوق الخزينة الناس يعملوا أرباح لأن كانت عالية. فيك قدة مطارح فيهم يستثمروا هالمفاري اللي زادت معهم. ويحسنوا المدخولهم بشكل كتير كبير. غير الإدخار شو فيه الواحد يعمل أو غير القصص اللي التيلة عنه. شو بيقدر واحد يعمل إذا عنده أسرة كتير كبيرة. يعني عم نحكي عن عم نحكي فوق الخمس ولاد. يعني خمس ولاد وطلوع في كتير عيال هاي. هلأ فيه بيقولوا عدة نصايح. يعني بدل ما الواحد ياخد هذه النزعة الاستهلكية ودغرة. يعني يعني مثلا يفكر بالشغلة قبل ما يجيبها. يعني بحطولي كزا نصيحة الخبرة. فيه واحدة من النصايح بيقولوا إذا شفت شغلة وحقها كتير غالي وبدك تشتريها. أنه فكري أنه أنا المساري اللي بدي أدفعهم على هاي دي الشغلة قديش بدي لطلعهم. قديش عم بتعب لطلعهم. هاي المعادلة بوجع ضمير يعني. بحس حاله أنه لا أنا قدي عم بياخد على الساعة. أنه يمكن اللي عم بيخدهم عنهار عم حطهم هلا. هاي صح. هاي صح. هاي صح. هاي صح. هاي دي فكرة بخلي الواحد شوي يعمل فران يعني أنه يفكر مرتين. نعم. أنه كل واحد بس يفكر بالشغلة شوي يمكن ما بيستعجل كتير عليها. بكل شي هيك. بكل شي صح. يعني حدثك قلت الأم لازم هي تكون عم بتدير الاقتصاد المنزلي. بس ما بيجي في أبدا دور للبي بهذا الموضوع؟ البي دور بلا مكمل. مكمل ومساعد. يعني إذا كان البي كمان عنده يعني ما عنده هيدا الشي أو ما بيفكر هيك. بينتزع كل شي يعني إذا المرأة عم تعمل الاقتصاد وعم تحط. نعم نحكي هون عن الامرأة الغير عاملة. الغير عاملة. بس حتى لو كانت عاملة فيها تقصم فيها تعمل. يعني كل شي بتأيدي كل شي بتحطي له فترة زمانية محددة بيكون مدروس. أحسن ما توصل لأشياء مش متوقعتية. توصل لأخر الشهر أنه هي هاي ما حسبنا حسابة. لا بده يكون من الأول الشهر حسب حسابة. يعني فيك تحطيها على شهر الموازنة. فيك تحطيها على شهرين على ثلاثة شهر. نحنا شايفتلك حطينا على أكتر من سنة هلا إذا رح نكفل بهذا الحالة. أو فيك تقولي أنه أنا شو عندي هدف مثلا عندي هدف تنقول بدي كبر بيته. أو بدي غير عفش أو شي. بديك تحطي أنه أنا هيدا الهدف بدي أعمله بعد ثلاثة شهر. إذا وفرت بكل شهر كون عنديك هدف عم تشتغلي له. إذا بكل شهر قدرت وفرت هالآذ مثلا بأخر ثلاثة شهر بسيروا بقدر غير فيهم عفش تنقول. يعني هيك بديك تحطي هدف لحالك لحتى. يعني هي شغلة تنظيمية بحاجة لعنجات تنظيم. وبحاجة لأنه نقول لازم نقطع أن تمنا كم شغلة لنقدر نكفل بالشهر أو نكفل بالثلاثة شهر أو نكفل بحياتنا. فينا نوقف الأشياء اللي فينا استغني عنها يعني فيه أشياء فينا استغني عنها. عرفت كيف؟ يعني فيه كلنا أنه بنقعد كل الناس بيحبوا هيك أنه بالسهرة يحطوا أشياء يأكلوا يشربوا عرفتك؟ علا مش غلط بس يوني خاففوا منه نهو العادات. يعني مش أنه كل السهرة من ضل. يعني حتى الطبخة عادة المعوادين حتى إذا شخصان بالبيت يعملوا طبخة كتير جديرة. ما هيدا كمان. يعني يقللوا الكمية. عقد لأنه عقد الناس لأنه لا يفكروا أنه في غيرهم مش صحح لهم في غيرهم ما عم يقدروا يأمنوا لقمة العيش. صحيح. هلأ في كتير جمعيات عم تهتم بهذا الموضوع وبيقولولك إذا عندك فيك تحط بعلب وتبعتينهم. بس إنه ليش؟ فيك تعملية أكيد. بس إذا أنت مصروفك أنجر مش عم يقديك. لشو بك تعملي زيادة وتكبه حرام كمان. صحيح. بدي يحتفل فيه خاصة ليلة راس السنة. موضوع. هون شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقول للعيال؟ كله رهن بالتطورات. يعني أكيد أنا بتمنى أنه نعيد أحلى عيد السنة ويكون عيد كتير مرتب. ومتل ما تعودنا والشعب اللبناني بحب الحياة وبيحب يعيش وبيحب يزهر. يعني ليلة يترسل للكل. كل الطوايف وكل المدانب. مفروض إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنه هالمسؤولين يحسوا مع هالشعب ويقولوا أنه لا لازم ناخد قرارات هلأ. ما فينا بقى نأجل. يعني خلاص يعملوا استشارات نيابية يشكلوا حكومة. حكومة أهم شيء أنا ما بقى أحكي أنه تكنوكرات أو مش تكنوكرات أو تكنوكرات وسياسة أو شيء. لا بد حكومة يوسقوا فيها الناس. يكون وجوه بيحولي بالثقة. يعني أنا كإنسانة عم بتظاهر تنقول يكون عندنا ناس بيوسق فيهم. في كتير ما تقولوا لي ما فيه فيه مليان البلد. ناس عندهم كفاءات وفي ذات الوقت عندهم الناس بيوسقوا فيهم. يعني أنه نضاف مثل ما بيقولوا نضاف الكف. صح. مش عام نحط ناس وخايفين يسرقونا لا بدنا ناس بيوحوا بالثقة. وهذه الحكومة هي بتقدر تعمل أدد تدابير. مش حكوا عن أشياء أصلاحية. يبال شو فيها. فيه قوانين ناطرة بدون قروة كان فيه جلسة ورجع تأجلت. هذي القوانين كتير مهمة. أكيد القوانين اللي بتخدم المصلحة العامة. أكيد. وبتخدم الوضع الاقتصادي الاجتماعي الراحل. يصير فيه شفافية يصيروا كلهم يكشفوا عن حساباتهم. يصيروا كلهم يقولوا للناس شو عام يعملوا. كلهم يعملوا على الويبسايت. مش بس إن وزارة المالية أو غيرك. كل الوزارات لازم المعلومات تكون متاحة للبابلك. حتى أي إنسان بدو يعمل استاتيستيك متل ما كنتي عم تحكي قبل شوية. مع ضيفك. يكون متناول للكل. ليه بدو يكون إنو مسكرين عليهم. لازم كل الناس تعرف فيهم هاو ده. شو صرفته وشو عملته. أنا المصاري اللي عم بدفعها مثل البلديات. كان عم يحكي كنت عم بتابعي. البلديات ايه حقي أعرف. أنا عم بدفع بلدية. شو عم تعملوا فيهم المصاري؟ يعني بدفع من هون بشوف طرقات الداخلية للمنطقة عنده. ما بينماش علي. يعني التركتور ما بيقدر يمشي علي. يعني حق المواطن يعرف. هادي حق بالوصول للمعلومات. هادي ده قانون أصلا. كتير مهم. وحقنا نعرفه. كوسر نحنا وبس نحكي عن الاقتصاد المنزلي. ما عم نحكي بس عن عائلة. نحنا بلبنان مشهورين إنو إنو عنا ستنا وجدنا عنا عمتنا خالتنا. والكل بيسندوا بعضهم يعني. يعني اللي مانا موجودة بالدول الأوروبية. بحس بالدول الأوروبية ليطبقوا الاقتصاد المنزلي بيتعذبوا أكتر. لأنه ما في حدا يدعمهم. بس نحنا عنا عنا أقاربنا عنا عيالنا بتدعمنا. هون كمان قديش أهمية هذا الموضوع. كتير مهم. كتير مهم. أكيد. أكيد. خصوصي إذا كان مثلا في حدا تنقول منه عم يقدر يشتغل أو حدا معطل شغله والتاني وضعه أحسن. لا كلهم. بلبنان يعني نشكر الله نحنا هيدا نعمة عايشين فيها. أنه بيتطلعوا بعض. مش متل أنه برا ببلد بتعيش ببلد أوروبية ما حدا بيقلك كوينك. ما حدا بيقلي كيف عم تدبر حالك. ما حدا بيسألك يعني حتى. بتجي أمهم اللي عندهم ما بتقلهم كيف عايشين. للست يعني اللي قاعدة بالبيت. ما بتقلنا كيف عايشة. مدقيقة عايزة مصاري. ما في منا هيدا. فبلبنان نحنا هيدا التكاتف والتعادد. هيدا كتير كتير مهم. وكتير بيعطينا بوش. يعني وقت واحد بالعالة اللي قوم داية. انه التانيين يساعدوه. انه مش غلط بالعكس كتير منيح. ما هيك هيك نحنا مسيحية. يعني تربيتنا وهيدا. انه مفروض الواحد يساعد غيره. مش انه عم يربح حاله جميلة. فإذا عنده الأقربون. ليش لا. إذا عنده ناس بعالته هن أهم ما يعطي الناس الغربة. يعني. كوزر نحنا مرحين بالوضع الاقتصادي. إذا منكفي تسكير بنوكة. وإذا منكفي تسكير ترقات. وإذا منكفي ما في أجواء. وين رايحين من هلأ لآخر السنة؟ رايحين على المهوار. يعني أنا مش شايفي غير هك. نحنا مش بالمهوار هلأ أو بعد في أمان. نحنا هلأ كيفو عم ننزلق. يعني شوية 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 شوية. رايحين على الهاوية. عم بحكية بكل صراحة. بس إذا كان اتاخد أكتر من تدبير في كزا تدبير بيتخدوهم. فيوني حسنوا الوضع. يعني مثلا برأي الخبرة أنا عم بحكي. مش أكيد مش برأي الشخصي. برأي الخبرة بيقولوا. من بعد ما يعملوا حكومة. ويعملوا حكومة توحية بالثقة. من بعد ما ياخدوا تدبير إصلاحية مهمة. بالقضاء. يبلشوا لمكافحة الفساد يعني يبلشوا. تحريك الملفات. تحريك الملفات هي اللي بترضي الناس. بتخلي الناس يطلعوا من الشارع. هادي يمكن بخلوا الناس يطلعوا من الشارع. هوني منكون أخدنا أول ستاب. تاني ستاب. في عنا كذا شغل إذا عملية كمان مهمة. هلأ في عندك الدول العربية اللي كانت وعدة لبنان بمساعدات. أو أنه يحطوا وديعة أو شي من هالنوع. من بيناتهم الإمارات وأتراح الرئيس الحريري قبل ما يستقيل. لهونيك وعدوه أنه يحطوا وديعة. يحطوا استثمار معين كبير باللبنان. هذا الشي بيعطي بوش للاقتصاد اللبناني. في شي تاني كمان عنها النفط والغاز. إذا بلشوا فيهم شهر الجي بخمسة عشر. كمان هيدا بيعطي دفع على الاقتصاد. بيعطي ثقة. لأنه وقت نشوف نحنا شركة أجنبية جاية عم تحفر عنا. إلا تطلع على غاز ونفط. يعني شي مهم. هلأ الشي الثالث كمان اللي مهم إذا نعمل. إذا جماعة سادر المنحين. عطونا شي مليار دولار لحتى نبلش للمشاريع. لنبلش نعمل شي مشاريع للبنى التحتية. هول تلات عوامل إذا عملوا كتير مهمين. وبيعطوا دفع شوي. يعني بخلونا شوي نجمد إذا بديك. ما نكون كيرجين نحو الهوي. نجلين نحو الهوي. يعني هذا هو الفرق إذا بديك لألنا. مزبوط. للشعب اللبناني. بيعطوا شوية أمل أكيد أكيد. نعم. سادر ممكن يكفي منه متعلق مع استيقالة. هلأ هني عم بيقولوا. عم بيقولوا آه آه بيكفي. بس أكيد هني عندهم شروطن. يعني مش رح يكفي هيك هلأ بهذه الضغيرة. خاصة أنه هو السادر. بس لنقول هو دان. هو دان. مش أنه هبة. أكيد. من الدول يعني. آه هو دان. بس دان مرتاح إذا بدك يعني على مدة طويلة وعلى فايدة صغيرة. آه بس فينا هيدا الدان. الأهميته أنه فيك تعمل فيه مشاريع. يعني بتعمل مشاريع بتشغلي كذا يد عاملة. هيدا أهميته أنه بيشغل الناس. بيعمل. في كتير ناس دجاء قاعدة بلا شغل. في ناس تركت أشغالها. في ناس فلالون. في ناس عم يدفعوا هلأ نص معاش. نص معاش. نص دوام. نص دوام. يعني هيدا كلها بتخلي الناس يشتغلوا. وقت تخلق فرص عمل هيدا. يعني لحالة هيدا بتعلل منصوب التفاقل بالبلد. نعم. نعم. بموضوع الاقتصاد المنزلي بدي أرجع على ألوان. موضوع كتير مهم. أوقات بتحس إنه عادة البي بيكمش أكتر المصروف. أوقات منحس إنه رب البيت أو هيك المترقس البيت. لأ عنده نزعة إنه يصرف أكتر وأكتر. وفي عالم كوسر في عنده مرض بهيدا الموضوع. يعني لو قد ما كان حالتهم الاقتصادية بيتدينوا لا يصرفوا. مضبوط. كيف نقدر هون نتعامل مع هيك أشخاص؟ هلا مش دايما الرجال هيك. أوقات المرأة. بشنا عم نقول لأنه المرأة محطوطة بكادر إنه عادة هي اقتصادية. لا. في أوقات رجال كمان. هيدا بده ينعمل لها علاج خاص يعني إذا واحد عنده إياها هيك. ونحنا بلبنان لازم نطلع منهم هؤالأمور. أنا برأيي أهمية التوعية. يعني لازم الناس يصيروا يوعوا إنه أنا ليش بدي روح مع إنه بس لشوف حالي أو لبين إنه. سوشيال ميديا. أي إنه شوقف وهيدا كله شوقف برا طعم يعني. شوفي برا شوفي الوزراء والنواب كيف بيجوا بأي تيب وبأي بأي لوك بيطلعوا. ما بيهمن هيدا الأمور كلها ما بتهمن. ليش نحنا عنا كتير مهم إنه كيف بدي أطلع. كيف بدي بيّن إنه هودا مثلا أنا عملت شي هني ما عملوه. لا. إنه ليه عندكم إياها بالأساس. مش لازم تكون عنا إياها نحنا كتربية. لازم أول شيء أكيد الأهل بيكونوا مربين الولاد بشكل كتير منيح. بس هني بيشوفوا رفقاتهم بصيروا يشوفوا غيرهم كيف عم يصروف. فهيدي لازم تخفيف منا. نحنا هادي شوفية الحال مقلة معنا. والإنسان إنسان يعني إن معه مسار ينصرف أكتر أو أقل. بعدين الثاني شو جيه ماشي. إنت عم تصروف. عارفته. مية بالمية. ما بيجي بيقلو أنه ها أنا جبت من عند محلات كذا أو حطيت حق الشغلي هالقد. أنا شو جيينة. إنت عم بتحط بالنهاية. إنت صفل بحالك. فنحنا لازم ما بقى نتأثر بهاو الأمور. نوعا. وأصلا بطلنا بطلنا عيشين بحبوحة فاميلا. يعني بطلنا عنا شي زيادة. موارد زيادة اللي نقدر نعملون. أصلا عم بينفقدوا من السوق. يعني ده شا السوق عم بيقلك ما بقى تشتري كتير. وبعدين مش غلط إنه الناس. من بين النصايح اللي كنت بدي أقولها بهذا الاقتصاد المنزلي. مش غلط الواحد يروح على السيل. يروح على السيل. ويجيب أسعار أحسن. حتى لو كانت الشغلة كتير مهمة في يجيبها بسعر كتير منيح بالسيل. إذا ما انه مضطرة له هلا ما يجيبها. أكيد أكيد. وفيه كتير ناس بتعمل هيك. يعني هادي كمان بتدوي علي أنه السيل ما انه شي عايب بالعكس. كل دول العالم وأرقى دول العالم بيعملوا سيل سبعين وثمانين وتسعين بالميلة. للعالم تستفيد وتروح تشتري وتحرك العجلة الاقتصادية. صحيح. صحيح. لو كان مش موسم ما أنت حت عوزيهم موسم الجاي. نعم صحيح. روح يشوفي الأشياء اللي عايزتي وخديها بالسيل. أحسن ما تخديها بالموسم. تباولو. وتنوصل على الشوبر ماركت كوسا. شو رايزم نعمل. لنحد من البذخ ونحد من هالأفراط بالشراء المنتجيب. أفضل طريقة أن تكوني بالبيت حتى شو نقصك غراد كيتبتيون. على ورقة أو على التليفون اللي بدي كيه. وبتروحي أنه أنا عايزي هاول غراد بروحي بجيبهم. مش بقعد بتطلع أنه اي والله هاي كمان فيه. اخده وهاي كمان. مع أنتي بس تطلع تشوفي عدة سلع. تصير تنقى بديك تجيب زيادة. تستحلى لأن السلعة بتكون. هلأ مش غالة تتمرئة تستحلى. بس مش قضية عم بستحلى. وما يجيب الأشياء الأساسية اللي عايزتهم. لا أول شي بجيب الأشياء الأساسية اللي عايزتهم لبيتي. واللي نقصين عندي بالبيت. وبعدين إذا بقي معي وحبي يجيب شي هيك لأنني استحليته. مش غلط. نعم. أنه كمان لواحد يجيب شي. يعني بهالوضع الاقتصادي العنجد من كمش. صار بين إنه بدنا نشوف كيف بدنا نوثق بين بيتنا وبين. تعرفي أوقات في عيال بتصرف عبيتين. يعني بتصرف يمكن عبيت أهلا. وبتصرف على بيتها الأساس وها مشكلة كمان. صار. زيادة عن المشاكل اللي عم نعاني منه. أكيد أكيد. يعني هايدي كمان مشكلة بحد ذاتها. بدي كيكون فيه مصادر دخل ليقدر الواحد يغطي. مثل بدي واحد يشتغل أكتر من شغلة. أكيد. بلبنان هيك سبنا أستان. كل الناس عم تشتغل أكتر من شغلة. وكل الناس عم تتساعد يعني. وعتي يكون أكيد واحد عم يصرف على بيت أهله أو على. أكيد. يعني بدي يكون هو عم يطلع زيادة. نعم. وإذا كان مصروف واحد عم يطلع معاش واحد أكيد صعبة. طيب كوسر تن بالهيكة تقريباً أربعة دقائق البقية لنا. بننطمن العالم بالموضوع النقدي والمالي. الموضوع النقدي والمالي وين نحنا وين رايحين. وإذا كفت الأزمة نحنا وين رح نوصل. الموضوع النقدي والمالي نحنا مش مفلسين. وعننا. مش يونان. مش يونان. وفي عنا عنا بالبانك المركزي عنا عملات بالدولار. وعنا موجوداتنا متذهب. وما في شي بيخلينا نخاف. نعم. بس إذا ضلينا بهذا المنوال وبهذا الخوف وبهذا الهجمة. أكيد نحنا نحنا بنفلس البانك اللي ما نروح عليه. يعني مسؤولية المواطن واللبنان أن يكونوا واعي لهالموضوع. أكيد. وما يروح ويسحب مصرياته. ما يروح يسحبون لأنه هي ذاتها. شو بدوا يعمل فيهم يعني. شو بدوا يعمل فيهم. أنه يحطهم بالبيت ما أنه حال. يعني ما ممكن أنه لأنه العالم عم تفكر أنه البنوكي رح تفلس. البنوكي ما رح تفلس. رح يروحوا المصريات. رح يروحوا المصريات. يفكروا أنه مسؤولية البنوكي. لا مسؤوليتك أنت كمان. ما أنت فكر بمسؤولية. يعني إذا بروح أنا وغيري وغيري وغيري. وكل واحد عندي. إذا أنا عندي مليون بدي رح يجيبهم. إنه شو هني المليون يعني أكيد. بس إذا عملتها آي بفلس البانك. يعني ما في عملها. هلأ جراسها ديو كمان برجع بقولها أنه في كتير عنا ودائع لأجل. وعملوا قرار كتير مهم بالمصارف أنه بطل فيك تسحب قبل الأجل. هيا كتير مهمة. يعني خلص أنا بعرف حالي استحقاء الحساب. بهيدا الوقت ما في قبل رح يسحبهم. فهيا مهمة كمان. خلي يعطوا شوية ساقة الناس وما يتهافتوا وما يلحقوا الإشاعات. يعني مثل ما صار بي سعر الصرف. إذا ما تهافتوا العالم لو رحوا يجيبوا دولار. طبيعي يعني الطلب على الدولار ارتفع. بده يرتفع السعر. وانفقد الدولار. وصاروا الناس اللي معهم دولار خفوه. صاروا يصرفوا لبناني. نعم. يعني الأكيد أنه ما في خوف على. ما هي قصة شراء وباع يعني. نحن سوق حرة باللبنان. بده يرتفع الطلب. يعني وقتاتي تزيد تزيد الطلب على الدولار. كل الناس عم تسأل عن الدولار. ايه أكيد بده يغلق الدولار. يعني شي طبيعي بده يغلق. نعم. عرفتوا السوق الموازي ما له. يعني مصري في لبنان ما فيه يتحكم فيه. هو فيه يتحكم بالمصارف. المصارف أنه في سعر الرسمي. بس السوق الموازي. هذا حسب العرض والطلب. صح. يعني كوسر فعلا إن شاء الله نقدر نخلص من هالأزمة اللي عام نعاني منا. هالعيال شوية تترحرح خاصة هلأ قدمين على أعياد. إن كان عيد الليد أو رس السنة. يعني ما بعرف لوين رايحين. على أمل البنوكة تفتح. عندك شي معلومات. هلأ عم ينحكى معهم. مشان إنه يقاملون النوع من حماية. هلأ بعد ما صدر شي عن وزارة الداخلية. ما بعرف إذا وافقوا أو لا. إنه يقاملون النوع من حماية للموظفين البنوكة. حتى يرجعوا ويفتحوا. لأنه كتير مهم إنه يفتح البنك. فيه ناس كتير معطلة أشغالها من قصة تسكير البنوكة. أكيد يعني عليها دفوعات. عليها مستحقات. ضرورة البنوكة تفتح. وهنا نسيت قليك إنه تصرفوا غلط. ما كانت مدروسة. إنه بس روح أنا على البنك أطلب مصرياتي. يقول لهم بدي سبع تلاف دور. لا أخذي ثلاث تلاف. ليه؟ إنه غلط. هيدا الشي ما كان مدروس. كمان هذا حقه. أنا حسابي. حقه إنه أطلب. حقه إنه أطلب. حتى فيه ناس كتير تضيقوا من هذا الموضوع. فيه ناس عم يعملوا ورشة معينة. عم يدفعوا للموظفين اللي عندهم. يقول لهم ما فيكم تخدوهم المصارف. أكيد أكيد أكيد. حالا هني عملوها تحسبا إذا بدك يعني شيء احتراز يعني. يعني كان لازم يكون فيه تنسيق أكتر بين مصرف لبنان وجمعية المصارف. مصرف. كانت مدروسة يعني. التصرفات اللي عملوها بلبنوك أثارت اللي هلع أكتر عند الناس. صح صح. يعني مشاهدينا نحنا نتمنى إنه تتحكموا أو يكون عندكم الحكمة العقلية بموضوع النقد والمال. يعني البلد يعني عم تقولي أوكي نحنا عشفير الهيبي إذا منكفى بهذا الموضوع إذا منكفى. ولكن بطلب من جميع لبنانيين عن جد الشغل اللي بحاجة لإلها أنتوا صحبوها. صح. إذا مش بحاجة لإلها ما تصحبوها ما تحطوا تحت مخدق أو ما تحطوا بالخزنات لأنه نسبة السريقات عم ترتفع أكتر وأكتر. مئة بالمئة. لأنه في عوز بالبلد. صح. نحنا عم نتشك لك كوفر حنبوري. أعلمية ورئيس التحرير موقع الاقتصاد بالنشرة على أمل بلقاطنا الشهرية. يكون تحسن يعني الشهر الجاي يكون تحسن الوضع أكتر وأكتر. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مشاهدين على هون بتكون خصة حلقتنا لليوم. بتمنى عليكم دلكم بأمان. تنتبهوا على حالكم. وملتأنا معكم الله راد بموعد جديد. ترعونا دايما على شاشة مريم تيفي وعلى بايد فيسبوك مريم تيفي وعلى إنستغرام. ترجمة نانسي قنقر